اشهدت اللجنة التشريعية المشتركة بين مجلسين نواب والشورى بحرص جلالة الملك المفدة الداعم والمعزز للتعاون والتنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في مختلف القضايا الوطنية واكدت ان توجيه جلالته بضرورة تكاتف العمل الوطني المشترك بين الجانبين واجاد افضل الحلول التوافقية المناسبة التي تصب في مصلحة الوطني والمواطن والتي تعد خارطة طريق للمرحلة القادمة تحقق التطوير والتنمية والازدهار للبلاد جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم للجنة المشتركة المشكلة من اعضاء هيئة مكتبي مجلس النواب والشورى والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن عادة هيكلة الدعم المستحقية وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة تقريرا اعدته اللجنة الفنية الفرعية برئاسة سعادة العضو جمال فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى والمكلفة ببحث توجه الحكومة والتوافق على اوجه تقديم الدعم والاجراءات التنظيمية وغيرها من الاليات حيث حددت اللجنة الفنية مهام عملها في ست نقاط اساسية هي اولا تحديد الاليات والتدابير لعادة هيكلة الدعم الحكومي ثانيا تحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي وضوابطه وشروطه ثالثا حصر جميع انواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والاحصاءات والبيانات والارقام المتعلقة بموضوع الدعم رابعا حصر جميع مرئيات الاعضاء التي تم التوافق بشأنها خامسا تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني سادسا تحديد آلية للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي كما توافق أعضاء اللجنة التشريعية المشتركة على مخاطبة الحكومة الموقرة لتزويد اللجنة وبأسرع وقت ممكن بأبواب الدعم الحكومي وقيمته وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة منه وتصور السلطة التنفيذية حول الآلية المقترحة من جانبها لعادة هيكلته ليصل إلى مستحقيه وذلك لدراستها في اللجنة المشتركة كما كلفت اللجنة سعادة النائب عبد الرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنواب بتقديم عرض مرئي حول الأرقام والبيانات المتعلقة بموضوع الدعم وإعداد تقرير متكامل يضمن الإحصائيات المتعلقة بموضوع الدعم الحكومي وصرفها لمستحقيها من المواطنين بحيث يكون هذا العرض جاهزا للمناقشة والتباحث بشأنه في الإجتماع القادم للجنة كما قررت اللجنة التشريعية المشتركة تكليف اللجنة الفرعية الفنية المشكلة من أعضاء السلطة التشريعية بالإجتماع يوم الاثنين القادم لوضع هذه التصورات في شكل مقترحات وتوافقت على أن تجتمع يوم الأربعاء القادم مع اللجنة الفنية المشكلة من الحكومة الموقرة لمناقشتها حيث تسلم اللجنة التشريعية المشتركة ودود السلطة التنفيذية على استفساراتها في موعد أقصى يوم الأحد القادم ولتسنى مناقشتها قبل الاجتماعين الذين حددتهما اللجنة التشريعية المشتركة